جنرال شو يعني باليستي هيك إذا ما نفسرها للناس بالمبسط باليستي يعني يستطيع يستطيع إطلاق صواريخ وبلوغ مديات أكبر من المديات العملياتية يعني ما يتخطى المئة كيلومتر أو متين كيلومتر يعني قد تصل إلى حدود قد تصل إلى الفين كيلومتر هذا بالمدى في طبيعة الإطلاق صواريخ ممكن إطلاقها قد تصل إلى الفضاء الخارجي وبمرحلة الانتقال لإصابة الهدف هي صواريخ قد تعمل على سرعات فرط صوتية يعني أعلى من الصوت وأخيرا هي صواريخ قد تحمل مواد متفجرة متعددة مختلفة للطبيعة إن كان أسلحة ضمار شامل أو مشابه نعم طيب اليوم اللي صار بالرد حزب الله الموجع لإسرائيل هل ممكن يصير تطور أكبر؟ لا ما حدا بيعرف شو المخبيين بس بالعلم العسكري والستراتيجي هل ممكن نوصل إلى تل أبيب؟ مثل ما عمشوف كنا بالصور الهلع الناس من سفرات الإنذار؟ كل الخيارات قائمة إنما بالأساس عندما يتم وضع خطة عسكرية يتم تنفيذها وفضاً لتطور مراحل هذه الخطة يعني إذا العدود الإسرائيلي وضع خطة هو يكون بتنفيذها الاتلاف اليوم إذا فيقنا العدود الإسرائيلي أن الأمور ستتفلت من عقالها قد يعمل إلى تسريع المهل يعني إذا قلنا الفطة كان يسترد أن تتم تطبيقها خلال فترة زمنية بمهلة شهر يمكن القول أنه يجب عليه تسريع هذه الخطة لتنفيذها خلال أسبوعين إثنين إذا قلنا نحن وطيرة العمليات القتالية أو استهداف بانك الأهداف فيأخذ حوالي عشر طلعات يومياً ممكن القول اليوم نحن أمام تكثيف للطلعات من عشر إلى عشرين أرقام لشرح المضموط هناك سيكون رد انتقامي عدواني أكثر من أنه تغيير في مجريات الخطة العسرية لذلك متوقع أن يكون هناك ضربات انتقامية من قبل العدو الإسرائيلي لإعادة التوازن في العدائي بنتيجة هذه الخسارة أو هذه الإصابات التي تتلقها سيظهر أنه قادر على الحق الضرب ليس فقط عند المقاتلين إنما عند البيئة الحاضنة للمقاومة وعند المجتمع اللبناني ككل لتقليب الرأي العام اللبناني على المقاومة هذا اللي صار بأيته يعني مثل ما صار قبل بجبل لبنان وغيرها من المناطق هذا هدف هالغارات طبعا أهم مركز التقل في موضوع المقاومة هي الوحدة الوطنية والدعم الشعبي والملاز الآمن إذا لم يكن هناك ملاز آمن لأي من عناصر الله أو لمجتمع إذا لم يكن هناك احتضان للمقاومة وجمهور المقاومة في المناطق المختلف مناطق الوطنية إذا لم يكن هناك تأييد سياسي لعمل المقاومة هنا ستكون المقاومة أمام صعوبة في الاستمرار بعملها بفعالية فلا تؤثر على العمليات الميدانية إنما نتكلم عن الإطار السياسي بأي حل بخماسي يجعل عندها من المستحيل تحويل نصر عسكري ميداني إلى نصر سياسي فيما لو أدت هذا الواقع إلى تفتيت الوحدة الوطنية نوجد يوم نداء إلى كل اللبنانيين المعركة تعني كل اللبنانيين لن يكون هناك أحد مأمن عن هذه المعركة حتى اليونيفل نفسها لم تستطع حماية نفسها من العدائي والعباني عميد اليوم في دعوة من الخارجية الأمريكية لخروج المواطنين الأمريكيين من لبنان من إسرائيل ومن الأردن طلبوا منهم عدم السفر إلى الأردن هيدا الدعوة ليش اليوم؟ وهل نحن أمام حقبة أو مرحلة جديدة من التعديات الأكبر والعدوان الأكبر على لبنان؟ لأنه تم تحديد ثلاثة أيام ليفت تحديد خلال ثلاثة أيام هناك عدة مستويات بهذا التحذير نحن سمعنا أن الوزير الخارجي الأمريكي أعلن أنه لم يعد هناك من مجال في المدى المنظور لأي حال ديبلوماسي يعني أنه صار فيه تغريب الخيارات العسكرية وكأنه هو إطلاق يد لإسرائيل للذهاب إلى ما هو أبعد مما تقوم به نحن علينا البناء على الاتصال الهاتف الذي حصله ما بين نتنياهو والرئيس بايدن والذي تم فيه وضع تقييدات لما يمكن فعله أمريكا لم تثني إسرائيل عن عدم ضرب إيران إنما وضع التقييدات لأنه يمكن ضرب إيران يمكن استهداف مقرات عسكرية بشكل لا تؤدي إلى ذهاب المنطقة إلى المواجهة الشاملة تحييد المنشآت النووية تحييد المنشآت النحوية لأن هذه المنشآت تؤثر على الاقتصاد العالمي أكثر ما أنه أمريكا تريد حماية إيران تؤثر على الاقتصاد العالمي وتؤثر على الناخب الأمريكي كما لو تزعزع استقرار سعر الدولار أو تزايد الدفاعات النفط الخام أضف إلى ذلك أعلن وزير الدفاع الأمريكي أن أمريكا ستنشر بطاريات في الدفاع الصاروخي واسعة النطاق وهذه الصواريخ هذه المنظومة هي لمواجهة الصواريخ البلستية التي يمكن أن تطلقها إيران فيما لو بادرت إسرائيل إلى ضرب إيران لذلك تعلم الولايات المتحدة أن فور نشر هذه البطاريات ستبادر إسرائيل إلى ضرب إيران فور ضرب إيران ستبادر إيران إلى الرد على إسرائيل ونحن سنذهب إلى المواجهة الشاملة لذلك تعلم الولايات المتحدة مسبقا أن الأمور متجهة إلى التفعيد وهي تحاول تأخير هذا الواقع يعني اليوم لما يقول أن أمريكا ستنشر هذه البطاريات هذه البطاريات بتوصيفها العسكري يقال عنها أنه سريعة النشر يمكن نشرها بسرعة فائقة بخدمة للعمليات لذلك التأخير اليوم بنشر هذه الصواريخ هو مؤشر على محاولة الولايات المتحدة تأخير هذا الواقع معلها تستطيع بهذه الفترة الزمنية من إجلاء رعاياها أو إعطاء أنظار لكل الساكنين بالمنطقة إلى أخلاء هذه المنطقة يعني رح تكون عابرة يعني مش أنه فتح جبهة إقليمية كبيرة المواجهة ستكون من المؤكد أن إسرائيل سترب أنا باعتقادي أنها ستختار أهداف عسكرية أهداف لها رمزية في موضوع إطلاق الصواريخ السابق وهي ستتحاشع لحد ما استصارت الرد الإيراني للذهاب إلى المواجهة الموضوع يرتبط بما كيف سيكون الرد الإيراني هل ستلتزم إيران بضبطها وعدم الرد أم أنها ستذهب إلى التصعيد الشامل كما سبق وأعلنت وحذرت أن أي استهداف لإيران سيؤدي إلى الذهاب إلى الحرب الشاملة نحن اليوم أمام اختبار النواية واختبار الجدية في ردع إسرائيل من توجيه الإساءة والضربات إلى كل الدول في المنطقة ولاز إلى إيران البارح حدد نتنياهو بقصف بيروت هل يعني بيروت العاصمة أم الضاحية الجنوبية أم تشمل المنطقتين من ضمن التقييدات اللي وضعتها الولايات المتحدة باعتقاضي كان هناك إشارات واضحة أن الولايات المتحدة لا تريد ضرب الجيش نانية وهي تريد تحييد الجيش نانية هي تريد تحييد اليونفل وتحييد البنى التحتية للدولة المتحدة يعني القول أنه عدم ضرب بيروت كعاصمة هذا حصل ولم يتأخر الإسرائيل في ضرب بيروت ضرب أهداف خارج خارج صحيح بين نويري وبزائل بلات يعني كمان أهداف نويري وزائل بلات والبسطة كلها هي ضمن العاصمة بيروت بزيل في قول أنه بالمرحلة السابقة اتخذ عدو إسرائيل قرار بتحييد بيروت هذا غير صحيح لأنه يتحين الفرصة عندما يظهر هدفنا زوء قيمة عسكرية سيبادر إلى التعامل معه وفقاً لفطة وفقاً لبنك الأهداف يعني اليوم هي رسالة سياسية أكثر ما أنه هي مؤشر عسكر أنه سيضرب بيروت بمعنى الضغط على الحكومة اللبنانية للمبادرة إلى اتخاذ قرار يفضي إلى قبول لبنان أو إذعان لبنان لشروف إسرائيل العميدة عدري أبو معشر الباحث والخبير العسكري والسياسي شكراً لك على هذه المداخلة يومك كمبارك